هاي كيف كنت؟ بنا تكونوا بخير إن شاء الله يوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الجوزع رح حاول أحكي فيها عن الأوضاع العاطفية لألك من مشاعر حبيب نوية مستقبل العلاقة بينكم وكذلك رح حاول أحكي عن العذاب عذاب برج الجوزع رح حاول تشوف إذا في شخص جديد بحقي تكون أولو وهذه القراءة تنفع للبرج الشمسي قمر يطالع وكذلك في إمكانية إن تكون قراءة عكسية بداية يا برج الجوزع عم شوفك عم تعيش مع شخص أو بتحبه لشخص ممكن يكون شرمية تباعك عم شوفوا لهذا الشخص شخص جد شخص عملي جدا وشخص كذلك مادية حلوة ممكن بالوقت الراهن ممكن عندكم مشاكل عم شوفكم ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض في انفصال وكذلك عم شوف في طاقة مراقبة يعني أنت بتراقب لهذا الشخص والشخص الآخر كذلك يراقبك من بعيد عم شوف في خسارة في ضاية على هذه العلاقة كأنه هذه العلاقة علاقة حب وعلاقة طوام شعلي كتير قوية وممكن حاليا في انفصال كبدا هي عم شوف أنه بيقلك أنه بيقلك أنه لازم تحافظ على أنه ضل منفتح الفكر لأنه بيقلك أنه صلمية تبعك أو طوام الشعلي لقلك مختلف جدا عنك ممكن يكون هو فكريا مختلف عنك مختلف عنك حتى اجتماعيا ممكن يكون هو من بلد وانت من بلد آخر لهيك بيقلك لازم تكون منفتح الفكر عشان تتقبل كل هذا الاختلاف بينك وبين هذا الشريك عم شوف الشريك كذلك كطاقة فهو شخص حاليا محب بيحبك لا إلك يا برجل جوزع واقع بغير عمك بس هذا الإنسان حاليا انتويه متخاصمين عندكم في أشياء عم تخليكم ما تتفقوا ممكن هذا الاختلاف الكتير بينك وبينه هو سبب الخصام عم شوفه حاليا مبتعد وممكن سبب الابتعاد انه هو ببلد وانت ببلد آخر وممكن سبب الابتعاد هو هذا الخصام اللي بينك وبينه عم شوف كذلك انه هذا الإنسان عم يشك انه في خيانة من طرفك يا برجل جوزع وعم شوفه كأنه في مرأة هذه المرأة عم تقله كلام عنك على انه انت مش جيد على انه انت شخص لعوب على انه انت عندك علاقات عابرة وكل هذه الخصامات ممكن تأتي من هذه المرأة او ممكن يكون رجل عم يقله هذا الحكي كذلك عم شوف على انه هذا الإنسان قبل كان عم ينوي انه تكون انه تكون انت زوجه انه تكون انت وصل الانسان اللي بده يكمل معه حياته بس هذه المشاكل اللي هي تتعلق بامرأة والشك والغيرة على انه ممكن تكون بدخونه هي اسباب خلت هذه العلاقة حاليا بهذا الوضع او مفترقين او عندكم مشاكل حاليا اوكي عم شوف مشاعرك تجاه هذا الانسان كذلك انت بتحبه لهذا الشخص بس عم شوفه كتير تعمين لانه في خسارة خسرته لهذا الشخص وكذلك عم شوف في خسارة الاستقرار كأنه هذا الانسان كان عم يوعدك بالزواج حسيت انه هذا الزواج انتهى وهذه العلاقة انتهيت خلاص عندك امل انه هذا العلاقة ترجع عندك امل ان الامور ستتسوى وستصير الى احسن ان شاء الله عندك كذلك عم شوف مشاعر مشاعر الحبيب تجاهك عم شوف الحبيب عنده كتير كذا شيء يعني ما ليه له وقته او عنده كذا امور تشغله بهذه الفترة عم شوفه يهتم للعمل يهتم لعدة اشياء عم شوفه لهذا الشخص دائما يشتغل عنده حب للشغل عنده حب للنجاح بس عنده 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 ضبابية عليك يعني اوكي عم يشوفك على انه ممكن منه شعيفك صح كأنه عنده افكار هيك ممكن هاده المرة اللي اللي عطيته هاده الافكار السلبية عنك وكمان في اشياء عم يشك فيها عنده كتير افكار تجول بباله منه سلبية وكذلك ايجابية هذا الانسان بحبك في مشاعر كتير قوية للك بس في اشخاص ما بدون هذه العلاقة انه تكون جيدة اما الاشياء اللي عم شوفه انا ما بتحب انت فيه ممكن كانت العلاقة سمنة على عسل وكانت العلاقة سيرورته جيدة جدا وبفرد مرة انتهت هذه العلاقة وصار فيه خصامات وصار فيه مشاكل وصار فيه كتير اشياء ما فهمت انت ممكن هاده الانسان دخل على حياتكن اللي هي مرأة او رجل انا لا احدد الجنس بس هو ممكن يكون رجل ام امرأة دخلت لحياتكنه عكرة صفوة هذه العلاقة كذلك عم شوف عم شوف على انه في امكانية ان تكون صلحة او هذا الشخص يرى الحقيقة جيدا عم شوف كذلك حتى الاشياء الايجابية اللي عم تحبه انت فيه انت بتحب فيه على انه متعلق فيك بشدة انه بيحبك وبيغاري عليك بنسبة كبيرة هذا الانسان عم شوفه غيور عم شوفه بيحبك بشدة حتى انه ما بيعرف كيف يحبك من غير ما يشك فيك ومن الاشخاص ممكن اللي ازا حبه بيحبه يمتلكه الشخص اما الاشياء اللي هو ما بيحبه فيك ممكن ما بيحب فيك على انه انت بتعامله بالند انت من الاشخاص اللي مثلا ازا قللك انه ما تعمل هاد الشغلة بتعامله بالند وفيه عند كتير قوي بهذه العلاقة ممكن عم شوف على انه هو بيحب انه يعني تسمع على قراراته تسمع على اوامره بس انت ممكن ما بتسمع على اوامره وهدي الاشياء ما بيحبه كذلك حتى بالاشياء اللي بيحبه هو فيك عم شوفه عم شوفك على انه انت الشخص المثال يعني يكون اسرة معك بيحب انه يكون معك بالعيلة بدي يكون معك انه يكون انت زوجه وبدو هاد الشغلة بس ممكن فيه اشخاص تدخلوا لتعكير صفو هاده العلاقة كبيدية عم شوف كذلك ابراج متل برج السرطان عم شوف برج الجوزاء عم شوف برج الحوت وبرج الجده حتى برج الدالو عم شوفه بهذه القراءه اما بالنسبة لا نوايا لهذا الشخص عم ينوي انه ترجعوا لبعض انه تكون فيه علاقة وقام انه فيه اسرة تجمعكم مع بعض بدو هاده هاده الحيه تعيشه معك بدو يقول فيه بدو حيه طبيعيه بدو حنان لهذا الشخص اما انت عم شوفك تنوي او تريد ان يحكي معك هذا الانسان عم تنتظر كل ليلة او كل يوم انه يبعتك ميسيج انه يحكي معك انه يصلح الامور بينيتكن اما بالنسبة لمستقبل العلاقة مستقبل العلاقة يقول الى شيء من الخير عم شوف اذا كانت في مشاكل بينكن عم شوف الامور رح تنعدل الامور رح تكون جيدة عم شوف كذلك في صلحة ممكن في شخص رح يكون كوسيط خير عليكن ورح يعني رح يتوسط لتنعدل العلاقة ممكن يكون برج ناري او برج طرابي هذا الشخص يكون رسول خير عليكن انتو الاثنين اوكي عم شوف كذلك على انه لازم هذه العلاقة اشتغالة كتير عالي لازم انه تشيلوا منك كل هاد الغيرة والشك والاشياء السلبية اذا كان في اشخاص ثامنين حواليكن حاولوا تشيلون كذلك وعم شوف ممكن للحبيبة او لالك انو الوضع العملية شغله بنسبة كبيرة عن العلاقة كذلك اما بالنسبة للعذاب ممكن في شخاص رح يتقدم لهم يريد الزواج منهم اوكي ممكن حدا من ابراج طرابية حدا عنده شغل جيد وحدا بيهمه النجاح المادي بالنسبة كبيرة ممكن يكون شخص كبير شوي بالسن وعم شوف لهذا الانسان نجاح ماديا وكذلك يحتاج الى العطف يحتاج الى الحنان وعم شوفه شخص بده يملى بيته يعني بده يعمر بيته هذا الشخص ممكن تتلقى رسالة من هذا الانسان وممكن هذا الانسان يكون بعيد عنك بعيد بالوطن بعيد عنك يعني حتى جيوغرافيا وبده يقدم لك كاس الحب ويقلك انو انا بدييك على سنة الله ورسوله بحبك لهذا الشخص او ممكن وعجب بشوفه انا ما عجب اكتر من ما احب يعني هنيئ لكم يا برج الجوزاء على هذا الشخص الجميل جدا وشكرا اللي حسني استماع كله اليه وكتير بتلقى رسالة حلوة من كل الابراج وبتقولي انو بتحبوني وبتحبوا طريقة كلامي بحبكم كذلك والله احرمني منكن والله العظيم يعني عندي فرح لما بشوف الكومنت تبعكن بكون سعيد جدا بشكركم كتير وبتمنى لكم كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملولي لايك وسبسكري بقناتي وشكرا اللي لكم اشتركوا في القناة